ماء على الهاتف نجم نادي الزمالك الأسبق وكان قابلها طبعا من نادي الأهلي كابتن حيسين ياسد محمدي كابتن حيسين مساء الفل مساء النور اخبارك ايه كابتن كله تمام الا خليك الحمد لله عايز الاول يعني اهنيك طبعا كازم الكاوي وكعنصر كنت موجود في الجهاز الفن في وقت سابق في هذا الفريق على الفوز بتاع النهاردة هو الفوز الرابع على التوالي للجهاز الفن الحالي بقيادة الكابتن معتمة جمال شايف الفوز ده ازاي وشايف امكانيات الزمالك في الكونفدرالية ازاي بعد ما اقدر ان يحقق ست نقاط في اول مباراتين في دور المجموعة والله فوز طبعا بمبارك اول حالة الجمهور نادي الزمالك اللي هو دايما ورا الفريق ده هو اللي انصر الاساسي من نجاح الفرقة وان النادي يقوم على البطولات دايما وكلام ده كله فالناس دايما بتفعل انها تكون ورا الفريق بتاعها في زل الظروف اللي هو بيمر بيها دايما ومبروك للجهاز اللي موجود طبعا الفترة الفاتت دي كابتن معتمة جمال المسك الفرقة والحد لان الامور الحمد لله ماشى كويس برغم ان فيه برضو ظروف مساهرة جدا وفيه حاجات كتير بتحصل لكن اللي بحثة ثاني الزمالك دوت ان هو يمشي في الكونفدرالية او في الدورة في الفترة الاخيرة دي بتغيير الاجهزة الكتير دي كم تغيير الاجهزة اللي حصل للفترة الاخيرة دي وعدم الاستقرار في حاجات كتير ومنع القيد وما فيش اضافات جد كتير للفريق السنة دي في بداية الموسم ولا يعني في حاجات كتير للناس كلها عارفاها مش حابب اننا اقول فيها او اتكلم فيها اه ده يعتبر اه حاجة كويسة من النادي او الفرقة وصلت للمرحلة دي وازا ما اتفضلت وقلت ان البطولة الكونفدرالية هي في الاول في الاخر بطولة طبعا مهمة لأي فريق يشارك فيها كل البطولات مهمة والمشوار اه مش صعب او يعني للزمالك ان هو ممكن باسمه اه الكبير ان هو ينفس على البطولة دي او يفوز بيها ان شاء الله وورد نجيها جمهوره اه لكن اللي انا اتمنى يعني ان احنا نشوف الاداء بشكل مستمر لان انا شايف الفترة فيها برضو او يعني مش كل الفرق بتقدي بالبالتزام وبشكل تكتيك معين في الفترة ليه فترات او بتكون النهاردة في يومها الكويس وتيجي بعيثات تلاقي تلات اربعة امبارات اداء مش مش اه باهت شوية او النجوم اختفى شوية بتاعت الفريق ما بتظهرش بالمستوى اللي بتظهر فيه بالنهاردة البكرة بتلاقي ناس مختلفة فهنا بتقلب من الاستمرارية مهمة جدا ان انت تفضل على مستوى كويس اه الوقت ده بياخد طبعا مجرود كبير وزا ما قلت ناس الزمالك بسبب تغيير الاجهزة الفانية كتير مفيش استقرار في السرقة اه بنشوف النهاردة الزمالك بيقد كويس وفايز اربعة ممكن تلاقيه الموتش اللي جاي مختلف تماما عن اللي احنا شوفنا النهاردة فهي دي اللي بيفرق بقى ان احنا بنقول الفرق الكبيرة هي اللي هي بتحافظ على البطولات وعيستاخد البطولات لازم انت بتحافظ على مستوى بشيء ممكن ما تمشيش بنفس الخط بس ما تنزلش بعيد عنه او فنتمنى نشوف الفترة اللي جاية ايه وشوف النقاط القوة والضعف تدريسها كويس قوي وما فيش مدير خاني بيجي من اول يوم وليلا كمان بيحط ايدي على كل حاج عنده وبعدين كل شيخ وليه طريقة زي ما احنا بنقول وصورة كليه شكل فررة كليه شكل ده كليه شكل كل واحد ليه شكل مختلف فانت عشان تحط بصمتك ولمسدك على الفريق محتاج وقت شوية ان انت تشتغل وتحط الفكر بتاعت الفكر اللي انت عايز تنفزه اللعيبة نفسها اه تقومك مع الشغل بتاعت فده بياخد وقت فهنتمنى ان ده ما اقولك الانتصارات تبقى موجودة والانتصارات كمان معنويا بتفرق في الفريق يعني الهزام لما بتيجي وراء بعض بيبقاش في مكسب دي بتثبت مشاكل اكتر احباط اكتر ما بين اللعيبة في التمرين نفسه وجودهم في النادي اللعيب جاي معنويا النهاردة للتمرين اه تهزم برا لتاعتين بارح واتهزم اللي بعديها والكلام ده كله اللي ما كان بيحصل بيعمل مشاكل كتير لكن المكسب بينسي حاجات كتير وبرضو ما ننساش ان برضو مش عايزين نبالغ او احنا بنلاقي فريق اه افريقيا يعني متواضع اه متواضع فاحنا مش عايزين نبالغ برضو عشان نكون وقعين وكاد لنادي الزمالك نادي كبير اه مش نوعي ان ارضي يكسب فريق اه با احترام طبع لايه فريق في افريقيا نزل لك من اكبر عنديها في افريقيا مش بس في مصر فلما احنا نكسب برضو نكون متواضعين ورجلين على الارض لان احنا عارفين ان احنا برضو مفروض نكون افضل بشكل على الورق بس هو القصد ان انت في يناير المفترض انه مجلس الادارة هيكون حل مشكلة القيد وربما يكون في تدعمات في يناير فعلى الاقل توصل ليناير وانت في البطولة الافريقية متقدب واطرب للتآهل بحيس انك تبني على ده فيما بعد يناير ده الاصد يعني مظبوط طبعا لا انت طول ما انت موجود في البطولة دي حاجة كويسة جدا وحاجة مميزية خلبي لك يا مش بعيدة لا طبعا زي ما قلت واتفضلت يا كابتن ان المنافسين معاك يعني فيوتشر واتكلم في فيوتشر وتتكلم في نهضة بركان والافريقية الدونسي وتحاد العصام تقريبا دول الاربع خمس فرق او التلات اربع فرق اللي معها الزمالك لانه السنة دي كمان الكونفدرالية اول مرة اللي بيخسر من دور 16 في دور الابطال كان بينزل يلعب في الكونفدرالية لكن نتيجة دي الوقت الاتحاد الافريقية لغى الدور ده لو تفتكر السنة دي فالفرق في المتناول معظمها يعني فدي ميزة المفترض الزمالك استغلها يعني ايه دي ميزة مهمة جدا لكن هو الزمالك لو في افضل حالاته الزمالك قدر يوصل للحرمة كويسة يقدر ان هو ينافس على البطولة لك احنا زي ما بتكلم المشكلة كلها ان انت هل في استمرارية للمستوى اللي انت بتشوفه دلقاء والمكسب والمستوى والمعنويات اللي موجودة دلوقتي هلا هي بتستمر لان انت بتلعب بعد كده بتطلع تلعب في الدوري ممكن ما تقديش بشكل كويس في الدوري ينسى استعاد المباراة او اتنين بتأثر معنويا على اللعيبة نفسها بقاش في ثقة في المكسب تاني او كلام دوت لو بيحصل لما بيحصل انا بيبدأ الخلق شوية انا عشان كده بقول الاستمرارية الاستمرارية مهمة جدا الاستمرارية في الاداء دوت مهمة جدا ودي ما بتجيش فلا مع الوقت والحمد لله هم عندهم جمهور بيبقى سابورت ليهم دايما ونتمنى مجلس الادارة الجديد انتمنى مجلس الادارة الجديد نوع حل مشاكل نزل زمالك عنده مشاكل كتير جدا خارج باطار الملعب الاخضر دوت يعني عنده مشاكل تانية كتير طبعا المستحقات المالية والطبع اصارت فيه سنين سنين يعني اصارت فيه سنين وده نتيجة اه يعني المفروض احنا عايزين نشوف المنافسة بين اهل الزمالك دايما في مصر واللي نشوف الاسماعيل يرجع تاني نشوف فرق كتير لان الدوري مصري احنا عايزين يكون في افضل حالاته ومعاك في افضل حالاته الا لما تكون الفرق كلها كويسة وفي كل فرق عندها خمس ستة لعيبة كويسين وميزين بنفسه مطنحصرش برضو منافسة على الاهل او الزمالك بس احنا طبعا اللي بحصل في نادي الاسماعيلي بالفترات الاسمين صعب جدا يعني حاجة تدعه لتحذن مظبوط كابتن من افضل فرق مصر تدعه وعنده نجوم كتير كابتن هيسين كنت عايز اخدك لتاني هل شيكابالا انت شاء النهاردة تقالك جدا شيكابالا عامل جول وجايب جول حلو ولا احلى طبعا بمهاراته الكبيرة الناس بتحتار يبدأ ولا ينزل كتغييرة دايما الناس بتتكلم في القصة دي ما هو ده الجمهور عاطفي لما نكسب النهاردة والله شيكابالا من افضل لعيبة مصر وليما فياش بيجي لانا كأحسين مصر محمد اللي لعبنا مع بعضه شيكابالا من افضل لعبين المهاريين اللي بوافتت الكورة مصرية دي بدون جدل والكلام ده كله السدن مالوش دور في لعيب كورتا ده هو انت عايز انت حابب تكمل ومتكملش دي بتيجي من لعب نفسه والراجل عايز يلعب ويكمل لكن لما بنيجي نخسر مباراة وشكابالا موجود في الملعب بتبدأ الناس تقول لك والله الراجل كبر مكهود ملعبش اصلي الراجل ما يبدأش اصلي اصلي لما نكسب الناس بتقول فهو الجمهور عاطفي جمهور ممسوط نكسب بيبقى دا من كل الناس قويسة او ما تقصد لا الناس بتتكلم عن السلبيات اللي موجودة في الفريق ان راجل ما يدعش ولا كزا او ما يلعبش بس انت لك تقييم لشكابالا انه لازم يكمل على الموسم كمان طبعا لا بالزبط شيكابالا ايه قادر ان هو يلعب لغير دلوقتي وعبد الشافي زي ما احنا بنشوف ماشاء الله من افضل اللعب لغير دلشافي بطل يعني كل الناس او كل الناس بتتكلم فهي زي ما قلت لك يا كابتن في ناس معينة عندها عندها روحه العزيمة والاسرار ومش عايزين نزلم الناس مع انت لما بيبقوا موجود في وسط فرقة كويسة بتساعدك معه وشكابالا لايه معكازة جيد شفنا شيكابالا في افضل حالته معانهي اجيال وشفنا شيكابالا شوية مش مزاهر بالشكل لكن كموهبة ما حدش يختلف على شيكابالا لكن طبعا دور المدرب هنا دور المدرب لنه هو يعرف ان شيكابالا في ظل الوقت الحالي للزمالك او انه هو يخدم السريب بافضل شكل هل هو يبدأ هل هو ينزل دي بقى تبع راجعة برضو المدرب ليه نظرة وليه فكره وليه حافظ دايما على الشكل والجوهرة دي هسألك فنان هل ده الشكل المثالي نص ملعب الزمالك وفق العناصر المتاحة انه يبقى دونجا وجبيرو او معهم يوسف اوباما قدامه والله ادوت انا شايفه انت مجال في ظل المجموعة اللي موجودة يعني بالضبط انت مجالكش ادفات كتير ودول اكتر ناس لعبوا يعني رؤى من العيوة الموازنة انا كنت في فترة الموجود فيها بضرة في الزمالك كان حتى الناس في بعض الاحيان بتختلف على اوه بعد كده جيس اسوريو قالك الفرقة بدأت تظهر بشكل افضل وبدأ يغير في العناصر الموجودة في نص الملعب وده يجي هنا وده يروح هنا فانا شايف تثبيت التشكيل دوت يعني تلاتة دول في نص الملعب هما الافضل الموجودين حاليا في الزمالك ان هما يستمروا وقطر ما لعبوا مع بعض اكتر يعني هما تهمين بعض اكتر طبعا وهو بما يعتبر اضافة برضو لما رجع من السؤال دي اضافة للسرقة في الحتة دي فانا شايف ان هما التلاتة في المنطقة دي طبعا زي ما قلتلك انا احنا ما جبناش يعني ما فيش منافسة كبيرة في السرقة ان انت تتكلم ان الله ما فيش صفاقات طبعا ان القيد ما اقوف طبعا اه ما عندك حلول كتير اني بقى عندك منافسة في المراكز دي كلها مزبوط والمفهود اللي ينعب هو يعني يمسك في الفرصة لان ما فيش احنا زمان الكرة كانت مختلفة عن حاليا يعني الدنيا خيارة خالص وحتى مع رحيل الامام عشور من نص الملعب يعني الناس موجودة بتلعب في نالي سواء روءة او دونجة او اوباما دلوقتي ما فيش منافسات كتير يعني منافسات مش موجودة فمن كتير اللي هي برضو موجود ان انا هيبع عندي تطور اكتر وتشبع اكتر ان انا فهم شكل ايضا وطعا بشكرك كابتن حسين ياسر محمدي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة